شركة الوان بلاس تستعرض من جديد بهاتف من الفائل المتوسطة فمنضم فصالها عن أوبو حققت نجاح كبير جدا في سوق الهواتف كما أن إنتاجها للهواتف أصبح يزداد عام بعد عام هاتف الوان بلاس هذه المرة هو الوان بلاس نورد توتي كالعادة نتعرف على مواصفتي الكاملة وسعرها بالدولار كم رح يكون سعرها في السوق الجزائري وهل أنصحك بشرائه أم لا السلام عليكم ومراحبا بكم الخواب مرة أخرى في فيديو جديد معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل وخير كالعادة متنساش تعمل لايك للفيديو إذا أنت أول مرة تشاهد قناتي اشترك الآن وفعل الجرس باش توصلك كل الإشعارات والآن نبدأ على بركة الله من مميزات الهاتف هي التصمي فظهر الهاتف يأتي بإطار مستطيل يحتوي على ثلاثة عدسات بهذا الشكل مع فلاش تنائي من وعلي وهو شبيه بإطار الوان بلاس نورد تو والنورد سي وعندك شعار الوان بلاس سي في منتصف الضر من الأمام شاشة بحواف رفيعة تتميز بثقب في الجانب الأيصر كما أن خامات الهاتف من الزجاج وإطار من البلاستي وزن وأبعاد الهاتف مناسبين جدا للتحكم به بكل رحي خامات ممتازة وتصميم شبيه بتصميم هواتف ريلمي لحد كبير يتميز الهاتف بشاشة رائعة جدا من نوع فلويد آموليد مقال 6.340 إنش بجودة الفل اش دي بلاس بكتبة بيكسلات 409 بيكسل لكل إنش تدعم معدل 90 هرتس رح تقدم لك ثلاثة جيدة في التمرير والتنقل السريع بين التطبيقات وتدعم الاش دي آر تام بلاس وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس الجيل 5 هذا النوع من الشاشات يقدم لك ألوان مشبعة دقة عالية وأيضا سطوع ممتاز تحت الشمس بكل أمانة رح تستمتع جدا بالمشاهدة والفرج يتميز الهاتف أيضا بمعالج قوي وجديد من ميدياتك دايمين سيتي 1600 دقة تصنيع 6 نانويت ومعالج رسومي من نوع مالي G77 هذا المعالج تقريبا نفس معالج دايمين سيتي 1200 ليس هناك فرق واضح بين المعالجة أقدم لك تجربة آداء سرسة جدا في جميع المهام اليومية وتجربة لعب قوية وتلعب جميع الألعاب الثقيلة بأعلى إعدادات يدعمها الهاتف بكل أرياحية دون أي مشاكل أو هبوط في الفريمان معالج يعتمد عليه بكل جدارة في المهام الثقيل الهاتف يأتي من نسختي 8 جيجا رام عام 128 ونصف أعلى 12 جيجا رام عام 256 جيجا ذكرى تخصي من النوع الأحدث UFS 3.1 يعمل بنظام أندروي 12 ووجهات الوان بلاس بأكسجين أو اس 12 فاطر واحد وهي نفس وجهة الأوبو تقريبا لذلك فهي وجهها سير تجد يتميز الهاتف بكاميرات رائعة جدا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة 1.9 بها مستشعر من سوني IMX 766 وبها مثبت بصري وإلكترون والثانية بدقة 8 ميجابيكسل إلترا وايد والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل للعزل تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدد 30 إطافة 2 والأمامية بدقة 32 ميجابيكسل فتحة 2.5 تدعم تصوير الفيديو بجودة 4 HD قدم لك الكاميرات جودة صور رائعة جدا من حيث ما نجد الألوان والدقة والتفاصيل جيدة في الإضاءة القوية والإضاءة الليلي كما أن جودة الفيديو ممتازة جدا مع ثبات جيد أثناء تصوير وهذه بعض الصور بطارية الهاتف بسعة 4500 ميلي أمبير مرفقة بشاحن بقدرة 80 وات ورح يشحن الهاتف كاملا في 30 دقيقة تقريبا بتقانية السوبرفور يقدم لك الهاتف جودة صوت قوية ونقية من نوع ستين الهاتف يدعم خاصية الأنافسي يدعم شريحة اتصال ولا يدعم كارة ذكرى خارجي ولا يدعم أيضا منفة 3.5 ميلي للسماعات هذا الهاتف سعره حاليا 419 دولار سأترك لك رابط شراف الوصف أما سعره المتوقع في السوق الجدائرية فهو بين الثمانية والتسعة ميلي هاتف صراحة مميز حيث الخامات من الزجاج وشاشة ممتازة ومعالج قوي وكاميرات بجودة عالية وقدرة شحن كبيرة وعندك صوت ستين مع ذلك لا أراه يستحق الشراء بهذا السعر فالسعر مرتفع وهو العائق اللي خليك لا تشتري هذا الهاتف أما الخيالات الأفضل هو الريلمي جي تي نيو تري والوان بلاس تن آل والعديد من الهوت سؤال ليكم خوتي وش رأيكم في الهاتف وهل تراه يستحق الشراء بهذا السعر أم لا أتمنى تكتبوا لي أراكم في التعليقة كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الوان بلاس الجديد في الأخيم تنساش تعمل لايك إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي اشترك الآن وفعل الجرس باش توصلك كل الإشعارات ودمتم في رعاية الله وحفظ